موسيقى شو بتقول الأفلاك لمواليد الجدي بشهر أذار مارتش من عام 2023 على الصعيد العاطفي عزيزي الجدي عاطفيا بتشعر بعزوب كتير كبيرة وانتماء إلى أحد الأشخاص وعواطف حارة بتسكنك بتستعيد توزنك خاصة لما يدخل فينيوس إلى برج الثور بتاريخ 17 فبتهدأ الأحوال وبتستعيد علاقاتك العاطفية روناء يمكن يدخل بعض مواليد الجدي مرحلة جديدة نعم مرحلة خاصة ممتعة متغيرة في عواطف متبادلة وارتباطات عزبة من غير المستبعد أنه يتم لقاء مميز بتخيم عليه الرومانسية إذا كنت وحيد يا عزيزي أو إذا كنت وحيدة يا عزيزتي مولودة الجدي بتتلقوا عرض مناسب جدا بهالوقت أو بيقوم الجدي برحلة رومانسية مميزة بتسعد قلبه وإذا كنت أو كنت مرتبطين بتتقربوا أكتر من الشريك بتشوف بعلاقتك سحر خاص بيتضاعف يوم بعد يوم يمكن تتلقي يا عزيزتي هدية أو يقدم لك الشريك عرض أنت مش قادرة ترفضيه أو أنت مش قادر ترفضه أو بتناقش واقية فكرة تتعلق بالعائلة أو بقرار لازم أنه يتخذ على هالصعيد بس لازم تتأنو شوي ابتداء من تاريخ 22 حتى ما سير في أخطاء ترتكبوها وتأدي إلى خلافات شمس ومركور وعجوبيتار سوا ببرج الحمل يمكن يكونوا معاكسين بطريقة بيديقوا عليكم الأنفاس بعض الاحتكاكات على الصعيد الشخصي يمكن تأثر سلبا على الصعيد المهني انتبهه لازم ننوح أنه انتقال كوكب ساتير لبرج الحوت حتى يستقر في أكتر من سنتين يبدو مناسب جدا لكل أنواع الدراسات واللقاءات والتمرينات والتدريبات يلي يمكن تفتح باب حب جديد كما أنه بيشير لعمليات تجارية مثمرة بتأثر على حياتك الشخصية بتبلش حاليا هي جيدة هيدا الساتيون جيد لازم قلت لك وممكن ما قلت لك قبل لنجاح للمؤرخين والكتاب والإعلاميين والسياسيين من برج الجدي اشتركوا في القناة